هو السؤال اللي يعقونه كان في اللقاء معمول مع معلم صادق علم ميتنيه فكان بكلم مع معلم توفية ومعلم مخيي وكدا فلنبه شوية حاجات هو كان بقولها بقول انا اتأكد منها الليه مثلا كان بقول ان معلم توفية مصر من ما تعلمش معلم مخيي مسترمش منه ده معلم صادق هوب كده كان بقول ان معلم مخيه تعرف على معلم توفية فقال كذا بيجي يجيبه الكليركية هناك ده معلم صادر بقول انه معلم التوفيق تعرف على معلم التوفيق أصلا كان حافظ معلم التوفيق فبيعجيبوا أجهزات يعزموا مثلا في الحفلات في الكليركية هناك مثلا القرص موجودة أو مطار نكبار موجودين حافظة الكليركية يعني أو نروح المحافظات كان يعزموا معلم التوفيق علشان لا المعلم التوفيق المعلم التوفيق جاء هنا مرتين مرة سنة 35 ومرة سنة الثورة 52 وكان في كل مرة بيقعد شهرين من شهرين لثلاثة يسلمهم الألحان الكبيرة لما يحضرش يحد يسلم زي قال المصدف مرة المعلم ممكن يقولك بقى في المرات المتستلموا ايه يا معلم قول الألحان يسلمه لك أول مرة استلمنا طي شوري الكبيرة وخدنا تشوري طبعا بس أنا مرضتش بيه يعني أه والهوصة اللي احناها كانت تعبان شوية أه وخدنا أقل رس الليل أه وخدنا كده ليسون صيامي وناس طبعا حاجات كثيرة خدناها أه 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 طب ودس الكرلوس يا معلين أه استلمته أم لا أه 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 واحد بيقول المعلم إبراهيم بيغير قلت بغير بيقولي قال صوته بيغير على الحد قلت لمدروكلي انفد واحد بيبيع مصر وقل يا واه صار واحد قال يا باصر داخد من مين قال بزوركوا قيت قلت خيء محبسك اي يعني وطريع المعلم إبراهيم تار ايها يا قلت اقول منه ايه اه ام 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 هنالك اللي بصوته وحش بصر مليحة وحش بصر مليحة لجل بصوته وحش طب هتا اخل ايه؟ لما يقول اهوه طبعا ايه؟ هتقول ايه ايه؟ وفي الفترة الاخيرة لما البابا سمع لان طبعا احنا لما اتكلمنا في الحق الاجسي التروسي فيش اكتب راحت في كده البابا فالبابا قاعد مع الدكتور راق المفتاح وقال له ايه كتل بصوته دي؟ انتو طلعتوه فيه كلام جايد جايد كتير علام فالدكتور راق المفتاح قال له هو ميتاس نصر يدحك يعني قال لي كده واوهمني ان عنده مصادر من الوداس الكرولوسي وانه حافز من المصادر دي وسجله لكن اتضح ان هو الركيب فيه فالبطرق امر انه ما يتبعش الوداس الكرولوسي اه ما هو اتسحب من السوء اتسحب من المحدة الكرولوسي صح ده دليل على ايه؟ على الفاشل طب هو دلوقتي مين مسؤول من محل الدراسات؟ الدكتور مشي البديع اه ده ده الماس الدروسي اه هو الدكتور من البديع اه اه